السلام عليكم تلميذي الأعزاء إن شاء الله كام تكونوا بخير إن شاء الله كام تكونوا على خير اليوم راح ندخل الجزء العاشر من سلسلة المراجعة الشاملة لمادة الهندسة الكهربائية في هذا الجزء سوف نتطرق إلى ميكرو مراقب P16F84 كذلك سوف ندرس مبرمج الآلي لابي وبإذن الله الهندسة الكهربائية سوف تصبح أبسط من بساطة بسيط نعم يا بسيط تلميذي الأعزاء رانا مشينا وبقونة الأجزاء وبإذن الله نكملهم في أقرب وقت فاصل ثم نواصل تلميذي الأعزاء قبل ما نبدأوا في سؤال رقم ثمانية وش مطلب منكم؟ أضغطوا على عنوان الفيديو رح يخرج لكم صندوق الوصف وش هتلقوا فيه؟ هتلقوا فيه رابط تعال موضوع الشامل وتلقوا رابط تطبيق جي توني إلا هتلقوا تفاعله حي ساعدكم في هذا الموضوع بزاب 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 تلميذي الأعزاء كذلك اللي عندهم مشكلة في الميكروم ورقم ما نشفه منه يضغطوا على رقم واحد يصار شاسف في تطبيق جي توني توني هذا بعد ما تحملوا التطبيق هيا تلميذي الأعزاء نبدأ بسؤال رقم مية اشرح الكتابة بيك 16F84A اذا هيا نكتب مع بعض الشرح بيك وش معناتها؟ معناتها جهاز تحكم في الأجهزة المحيطة 16 وش معناتها؟ معناتها سجلات الذاكرة اللي يحفظ فيها الأصلة بتاع البرمجة بالنظام ثنائي تنتمي إلى عائلة من مدى المتوسط ميد رانج هذا السجل يحتوي على 14 بيت وش معناتها؟ كنت تقول عندك هذه الكلمة باللغة البرمجة لازم تحول لنظام ثنائي لازم هذا السجل بتحفظ المعلومة الـ F كامل تعرفها اللي يحفظ ذاكرة من نوع فلاش 84 وش هو اللي هو نوع الإصدار واخر حاجة اللي هو A وش معناتها؟ التوتر أعظمي يصل إلى 20 ميجا هرتز معناتها هذا الميكرو مراقب بيك 16F84A يتحمل تواتر أعظمي قادر يوصل حتى 20 ميجا هرتز هذا بجسبة لسؤال 100 رحوا السؤال 101 أكمل محتوى سجل إعدادات المادية ووثيقة الإجابة صفحة 26 باستعانة بالملحق 6 صفحة 11 أول شيء أعطيكم أعطيكم سجل إعدادات المادية وماذا تطلب منكم؟ أملاولي هذا الأبيت 14 أسكن منهم صفر أم لا وأعطيكم أعطيكم سجل إعدادات أعطيكم ما هو المادية أو المدزاك كما ترى هنا يوجد المادية وماذا تقول لكم ويتم الـ CP code production راو أوف ويتم الـ watchdog راو أوف وPower timer راو أوف وإذا tengo that word يجب أن نقرأ الوثائق الصانع هذا هو الوثائق الصانع كما تلاحظون، أعطاكم مسجيل كامفجيريشين التي فيها 14 بيت موزع من بيت سيفر إلى بيت 13 كما تلاحظون، بيت سيفر و بيت واحد و ماذا فيهم؟ أوسولياتر و ماذا هو نوع المذبذب البيت الرقم الثنين واتش دوك، كلب الحراسة البيت الثالث باور تايمر إنيبول و المن بيت الرابع حتين بيت 13 والتي هو كوت بروتكشن ما يعني تلك الكلمات التي تتحدث فيهم؟ هناك شيء موجود هنا كما تلاحظون، بيت تفعيل تأجيل التغذية إذا ما أدت لها 1، ما هو غير مفاعل؟ إذا ما أدت لها 0، ما يعني تأجيل مفاعل؟ واتش دوك، ما يعني تفعيل مؤقت الحراسة؟ إذا ما أدت لها 1، رأي مفاعل؟ إذا ما أدت لها 0، رأي غير مفاعل؟ كما كوت بروتكشن، ما معناها الـ CP؟ هي حماية شفرة البرنامج المنجز إذا ما أدت لها 1، حماية غير مفاعلة؟ إذا ما أدت لها 0، حماية مفاعلة؟ إذا كثنا منهم؟ هيا تتبعون، نحن نخدمها لكم بالألوان، ستجدوها السئلة لخلاص، ومتنسوها لتطلحياتكم إن شاء الله هيا جمع ركز معي مليح؟ إذا أول شيء يعطي لك هذا السجل، لازم ترقمه، تبدأ ترقم من صفر 1، 2، 3، 4، حتين آخر بيت، اللي سيكون رقم 13 ثلاثة عشر، ستعرف بيت صفر شكون، وبيت واحد شكون، وبيت اثنين شكون، مثلا كما بيت ثلاثة شكون أروح أول سنة، بيت رقم ثلاثة هو باور تايمر إنايبول أخي، هذه أول شيء، رقم الأبيات، كيف ترقمهم؟ من اليمين إلى اليسار، هذه هي ترقمهم من صفر وتمشي إلى ثلاثة عشر، هذه أول شيء ثاني شيء، سأرى كيفية ريشين التي أعطيها لك؟ ما هي الإعدادات التي أريد أن يطبقها هذا الأستاذ؟ كما تلاحظون، ما هي الإعدادات؟ حرصة واتش دوك، ما هي الإعدادات؟ يجب أن يكون غير مفاعلة، أوف قوة تايمر إنايبول، ما هي الإعدادات؟ يجب أن يكون غير مفاعلة، كتبنا أوف ووصيلة نوع المذذب، يجب أن يكون من نوع الاكستي إذن، كما نعرف أن هذه الأرابع حواجة، نستطيع أن نسجيل بكل بساطة، نبدأ ونملكه بشوية 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 حتى نلقى القيماتها والكلية هذه نبدأ بأول شيء، هي الـ CP كما تلاحظون، ما هي الإعدادات؟ بدأت في الموضوع، كما تتعلق بشوية من الـ CP بعد أن أعرفت بالـ CP هي غير مفاعلة، نحوص على أرقام الأبيض إذن، أرقام أبيض CP من الـ CP من بيت الرابع حتى بيت 13 إذن هذا كامل CP وبما أنه غير مفاعلة، كما نشحنه كامل بالوحدات إذن نبدأ من الـ CP رقم 4، هذا هو كامل CP إذا بيت رابعة ونكتبه واحد 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 حتى البيت رقم 13 هذا انطلاقا من سي بي كاعت غير مفاعل إذا ماذا ندير رأي نقرأ وثائق صانع ونملك أسئلة الميكرو مرقبة جماعة صدقوني أرى كامل مباشرة أقرأ وثائق صانع وجيوب طعب تقرأ وثائق صانع كل شيء ولي بسبسة هيا نكمل لبعدها بعد ما كملنا سي بي اوف رحوا رحوا ثاني حاجة واتش دوك شي واف إذا رحوا واتش دوك وراه إذا ما ديت له واحد وش حيكون مفاعل إذا ما د arah واش ابدأ بالوقت عن الظخارимо اخ homo مفاعل ورحوا ثاني شخص بي اوف رحوا umowe irc.for since the video다는 0. które bass top. احن failed. موحد اخießenو. ي transitioned 1 صفار يعطي صفار لأنه off غير مفاعل. بعد ما عرفتم بالأن تجعلها واش نختتمها ا מחبص على التي ي sekali تذكر البيت على البيت التاعه بالن информة Gallows. إذا رحوا فرح الموحد هنا يكون رقم بي 2 بجتمع البيت السي بي ثاني اكت � اوف عددد الا خفض determine ace screen. واذا نكتبوه؟ نكتبو الصفر على هنا نكتبو الصفر بان ديزاك تيفي واتش دو كلب الحرص هذا بنسبة كلب الحرص رحوا الثالث حاجة وشية power timer enable واش قالكم؟ قالكم لازم تكون off رح نحوص عليها في وثائق صعنا اللي هي هذه اذا power timer enable لازم تكون off لازم نمدوها غير مفاعل مدو لها واحد واذا حاب نفعل لها مدو لها zero وبما ان فرض علينا غير مفاعلة اذا باش لازم نشحنها بالواحد بعد ما اعرفت ان انا نشحنها بالواحد رح نشوف نحوص رقم البيت تاحا كما لازم تلاحظوا ببيتة رقم ثلاثة اذا هذا البيتة رقم ثلاثة رح نلون هنا باللون البرتقالي هذا هو باش نشحنه بقيمة واحد لماذا بقى نزاك تيفيه هذا بنسبة power timer enable وبقى نزوج ابيا تجمعهما اخر حاجة اللي هما نوع المذبذبات اذا كما لازم تلاحظوا هنا المذبذبات عندي ثث انواع تسمى ال Sticker كما لازم تلاحظوا هنا المرغبات عندي ثانا نوع Xe معانت استمرت فصل كما تدمية فصل كما تشرت فصل ٣ وسص sen emergency في العرب التي تنمية سؤال necesita. نسялиه نفس الأن ل RAM ان تلاحظنا على Eleowing وان من أفضاد za2 فبعد somos اليه نفس الوكWh هذه أن نander كل شي سهل جاهزا بعمل الميكرو ومراقب اذا شيء نسяс BLACK فكل jijنا Gavin سوف نرى الأرقام. فاو اس سي زيرو هي البيت الصفر. والبيت واحد يكون هو فاو اس سي واحد. إذن نبدأ نملأ. إذن هذا البيت الصفر هو فاو اس سي زيرو. نكتب عليها رقم واحد. إذن نكتب هنا واحد. والبيت المتطاقي هو صفر. مبروك عليك. ركملت ملء السجل. هو سجل إعدادات مادية. من بعد أجمع. قالكم هذا السجل اللي مشحوم بنظام ثنائي. أعطوا لي قيمة بنظام سوداسي عشر. هذه نحتاجوها بزه 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 بزه. إذن أجمع. كيف نحاول من نظام ثنائي نظام عشاري. نبدأ نقسم السجلات على أربع أبيت. وتقسيمتها يبدأ من جهة اليمين. من الوزن الأضعف حتى نوزنها أعلى. إذن ماذا نديرو. هذو ربع أبيت. وشي قابلهم. واحد صفر صفر واحد. هذا التشفير. حول نظام سوداسي عشر نجدها تسعة. سوف نذهب عنها. نقسمهاة أربع أبيت. إذن واحد واحد واحد. بالنظام العشار ستجدها خمسطاش. وبنظام سوداسي عشر ستجدها أف. نزيدوا. ربع وحدات بالنظام ثنائي. وش نلقاها أف. وش بقنات نزوج أبيت. هذا زوج أبيت. نحاول نظام سوداسي عشر. وش نلقاها؟ ثلاثة. إذن ما معناتها؟ هذا النظام الثنائي يمكنك أن نكتبه بنظام سوداسي عشر ثلاثة أف أف تسعة هذا المدلوية يطهر لكم الـ Configuration قد يعطيهكم بنظام سوداسي عشر كيف أستاذ يعطيكهم بذلك الشكل سجل أعدادات المادية Configuration يساوي 0x ثلاثة أف تسعة ثلاثة أف تسعة ثم سألتك سؤال يقول لك أم لدي سجل هذا بنظام ثنائي ولا يقول لك سؤال العكسي يقول لك هذا Configuration CP هل هو off ولا on باور Han Arm ccaf isingo 0x أو 1x34 باورن حين لك Santos من نظام سوداسي عشر حول مدى نظام ثنائي واحد يقترى ومن قيته سجل بطريقين بالطريق العكسية كيف بطريقة العكسية ؟ البيت 1 و 2، ان examin Billy فقط يمكنك السقياتهonic novo 6 بنت Bild يعطيه على عمر ج calculating id إذا كنت تقول كلب الحراسة غير مفعل، لا تخدم الطريقة العكسية. هذا بالنسبة لسجيل أعدادات المادية. سؤال 102. أكمل محتوى سجيلين ترس A و ترس B. ترس A و ترس B يتحملون في حالة الارجل تحت بورس A و ترس B. على وثيقة الإجابة صفحة 26، ما قال لك الارجل الغير مربوطة تلونها؟ الارجل الغير مربوطة أو غير مستعملة تبرمج كمداخل. كيف ترس بورس A و ترس بطريقة بسيطة جدا؟ سوف نبدأ بأول رجل الراثنين. نرى هذا الرجل مربوطة بالملتقط. أدوها من عندي نصيحة. أي رجل مربوطة بالملتقط، ملتقط، أزرار، ذواغط، مختلف القواطع، هذا الرجل نسميه مداخل، ولا نلقى هذا الرجل مربوطة بالجامعة للمقحل. هذا الرجل نسميه مدخل. هذا الرجل نسميه مدخل. إذا كما تلاحظوا هنا، هنا عندي ملتقط، مع عندها مدخل. إذا الراثنين مدخل، وأي رجل يبرمج كمدخل باش نشحنه، نشحنه بالواحد منطقي. إذا رح نحاوسوا على الراثنين، كما تلاحظوا هذا الراثنين، بما أن الراثنين كمدخل لازم يشحن بواحد. لو كان جمع مداخل باش نشحنه بالصفة، المداخل تشحن بالواحدات، والمخراج تشحن بالأصفة، هذا بنسميه الراثنين. أرى ثلاثة غير مستعمل، رحوا رأى رابعة جمعها باش مربوط، مربوط ملتقط، واش قلنا؟ ملتقطات، زراق، قواطع، كم مداخل، إذا ما نقوله رأى رابعة مدخل، باش نشحنه رأى رابعة، رحوا هذا البيت الرابع، نكتبوا لي واحد، زيدوا رحوا لي بعدها، رحوا لي بعدها، أربي خمسة، ها مستعمل، شوفوا اربي خمسة باش مربوطة، مربوطة بالقاعدة المقحل دالينتون. إذا نجمع وش نقوله كيف نعرف الأقطاب مخارج. إذا كان الرجل مربوط بكل منافذات المتصدرة. وإن تلقى أي منافذ متصدر إذا نسميه مخرج. ولا ماذا تلقاه؟ تلقاه مربوط بقاعدة المقحل. عكس الجامع. إذا قلنا إذا لقيت رجل مربوط بالجامعة المقحل راه مدخل. إذا لقيت رجل مربوط بقاعدة المقحل راه مخرج. إذا ما هي المخارج؟ المخارج هي الأجل المربوطة بقاعدة المقاحل مهما كانت سواء أمبيان ولا دالينتون ولا المصفات. ولا مربوطة بكل منافذات المتصدرة. وش معتها منافذات المتصدرة؟ دي أزيد دي سي ناقص كاو في كا ام إلى آخر مصباح إلى آخر. إذا اير بي خمسة بما أنه مربوط بقاعدة مقحل دالينتون. إذا ما تسميه مخرج؟ وأي مخارج نشحنوه نشحنوه بالصيفة. إذا اير بي خمسة نحوص عليها. اير بي خمسة هو البيت الخامس. هذا هو. إذا في الترسبي نشحنوه نشحنوه بالصيفة. بعد ما نكملنا اير بي خمسة نزيد وروحه اير بي ستة كذلك مستعمل. اير بي ستة بش مربوط بقاعدة المقحل. إذا نشحنوه اير بي ستة بش نشحنوها. نشحنوها بصيفة. بعد ما شك نتلاحظه. هذو من الربع اقطاب المستعملة. زوج مبرمجة كما داخل شحنة واحد واحد من بورت ا. وش كون يتحكم فيها ترس ا. وعدنا زوج مخارج من باش مربوطين. مربوطين بال اير بي خمسة و اير بي ستة بورت بي. و بورت بي ش كون يتحكم فيهم ترس بي هو سيجي الحالة. تشحن بصيفة تبرمج كمخرج. تشحن بواحد اكت تبرمج كمدخل. إذا من بعدها وش بقانا الانجول غير مربوطة. وشكالك فرضها عليه. تبرمج كما داخل. إذا هذو اللي يبق rasion غير مستعملة حتى كاملهم بوحدهت. لأ نجدو انها تبرمج كمداخل. اذا اير بي ستتج área 0. كما تكون ايرة مربوطة فيها了. اذا ا잖아 ا Julian. ا замжبها ليس لما تبدؤها مربوطة لها. اذا ار ا ا확ش ستظأ حصائفات امرأ ثلاثة واحد ثلاثة واحد ثلاثة واحد ثلاثة واحد ثلاثة واحد خارف تحت wash It's Kindle. هناك مبروك عليك قيمة تحدث تخمية شحنة 3S b و 3S B من أجل ي utilis Öحصلواwn الحصائف النابل لتجعل ستجحنها و 81. و ومن أجل شعال AirB5 و AirB6 كما خارج أشحنها بصفر صفر لونتهم بلون الأحمر ومعنتها المستعملة في التركيب لونتهم بلون الأصفر معنتها غير مستعملة من بعدها تلميذ الأعزاء قد يأتيكم أسئلة استخرج قيمة شحن ترس A و استخرج قيمة شحن ترس B طريقة بسيطة جدا كما شاهدناها إذن الأرجل المستعملة كما داخل الأقطاب أشحنة بالواحدة منطقية والأرجل مربوطة كما خارج هذه الأقطاب وأشحنة بصفر منطقي والأرجل غير مستعملة أقرار سؤال مليح إذا قال لك أرجل غير مستعملة المربوطة كما داخل كملهم بالوحادات إذا قال لك الأرجل غير مربوطة كما خارج كملهم بالأصفر أما من بعدها خرج له قيمة شحن ترس A و ترس B قادر تكون بنظام ثونئي وقدر تكون بنظام سوداسي عشان كما هنا وشانا نشوفه بنظام ثونئي إذن وش يقيمة شحن ترس B معنتها بينار 1 1 1 1 1 1 5 وحدات أما قيمة شحن ترس B وهي 1-0-1-1-1-1 هذا يقول لك خرج قيمة شحن 3-A أو 3-B وإذا قام لك خرج نظام 6-10 هذه قيمة دخلها بألة حاسبة وحولها نظام 6-10 وستخدم طريقة التقسيمات بعدها عرفنا قيمة شحن 3-A بالنظام الثنائي وعرفنا قيمة شحن 3-B بالنظام الثنائي أفرض ذلك تحولهم إلى نظام إكزا دي سيمان كما تلاحظون هو H O X هذه القيمة بنظام ثنائي حولها لنظام سوداسي 10 نفس الطريقة نبدأ بالوزن الأضعاف ونبدأ نقسم سجلات ربع أبيات ونجلب القيمة المكفأة بنظام سوداسي 10 كما تلاحظون هنا هنا عندي ربع أبيات فيهم 1-1-1-1 وهذا يبقى 1-1 وهذا هو التشفية بنظام سوداسي 10 وهذا هو رقم نظام ثنائي 5 وحدات ويقابل 1-F بنظام سوداسي 10 نفس الطريقة تلسبي إذا ربع وحدات مع بعضهم ويقابل 1-0-1 هو رقم 9 إذا بالنظام سوداسي 10 ويقابل 0 نحتاجهم إذا فرض أن يكون شحن بنظام سوداسي 10 إذا عرفنا قيمة شحن ثنائي 1-F بنظام سوداسي 10 وعرفنا قيمة شحن ثنائي 9-F بنظام سوداسي 10 رحوا سواء لي بعد سؤال 103 أكمل برنامج تحكم في تشغيل رافع سي على وثيقة الإجابة صفحة 27 كما تلاحظوا استاذ لي خدم هذا السوجي دار كل شي على الميكرو موراق هيا أجمعا نفسر التعليمات ونقوم بتعقيبات لكمونتر إذا أول ما قال لك كونت اكي 0x 0c إذا ما معناتها كيف يكون عندك سجل ولا يكون عندك عداد ولا مؤجلة لازم تحجز لهم سجل من العرب بعد تحسب ولا تزيح المعلومات ولا تزيح زمان التأجيل إذا كما هنا وش هو حابة نحجز سجل عنوان 0c هذا عنوان من نظام سوداس عشر من العرب نحجزه له نحجزه لعداد يسمى كونتر إذا كيف نكتبه هذه إذا كيف هو حجز سجل عنوان 0c من العرب من الذكر العرب لعداد باسم كونتر اللي هو كونتر جماعة ركزوا معاهم له إذا من بعدها وش يدير الميكرو موراقب من بعدها تشحن العداد وش يروح يروح هذا كسجل كل مرة ينقص له واحد 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 إذا كان عداد تلازل ولا كل مرة يزيد له واحد ويحفظ معلمون فهذاك سجل يزيد له واحد ويحفظ معلمون فهذاك سجل إذا كان عداد تصاعد إذا ممكن عندك سجل ولا عداد ولا مؤجزة لازم ديما نحجزه سجل خاص بعنوان خاص كما هنا أستاذ وش خيار خيار سجل العنوان هو 0c للعداد رحوا لي بعدها ORG 0x00 هذا شعاع المسح شعاع البداية رحوا لي بعدها سلطة ثالث go to start اللي هو اذهب إلى علامة باسم start بها يبدأ برنامج تهيئة ولبعدها هذه هي start هذه اللي سيروح لها start هذه ORG 0x05 إذا شمع أنتها ابدأ البرنامج المستعمل من سطر رقم 5 05 شمع أنتها سطر 5 من بعد رحوا لي بعدها هذو ثابتين هذو ثابتين رحوا لي بعدها وش هو تعليمات تهيئة المرفأ ومرفأ بتلميذ الأعزاء هنا لازم تركزوا معي ملاح 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 وش درنا من قبل كينا وعد الخطوة ديما نمشو عليها خطوة الأولى وش درنا في الميكرو مراقبة عرفنا شكون هي الارجوت وبرمج كما تدخل وشكون هي الارجوت وبرمج كما تخرج من بعدها كي عرفناهم خرجنا قيمة شحن TES A و TES B خرجناها بنظام ثونائي وخرجنا بنظام سوداسي عشان سؤال مطروح لأخرجنا هذه القيمة جمعا الهدف وشيوء سوف نكتب برنامج هذا يسمى برنامج تهيئة سوف نشحن TES A و TES B بهذه القيمة التي لقيتها من قبل كيف نرسل TES A وكيف نرسل TES B يجب أن نستخدم برنامج تهيئة لازم نرسل برنامج تهيئة لازم نرسل البنكة واحد برنامج تهيئة أجمعها في خطوات أستاذية ديما ثابتين الخطوات الأولى لازم تدخل البنك واحد على الأولى لازم تدخل البنك واحد بسكو TES A و TES B موجودة في البنك واحد لا تشحنهم لازم توصل لهم هذه خطوات الأولى سوف نسمى ذهب إلى بنك واحد الخطوة الثانية هو شحن TES A و TES B إذا كانوا موجودين سطرين لشحن TES A إذا كانت TES B فقط سطرين ل TES B إذا كانوا موجودين في مع بعض إذا نحتاجوا نحتاجوا أربع أسطور كما هنعندي تس أو تس بي نحتاجوا أربع أسطور شحن إذن وشي خطوة تهيئ خطوة الأولى ذهب إلى بنك واحد خطوة ثانية شحن تس أو تس بي وخطوة الأخيرة وشيء لازم نرجوع إلى بنك سيفر لماذا لأنه بنك سيفر في بورت أو بورت بي لح ندير برنامج رئيسي هيا جمعا نبدأ ورقز معهم له هيا نبدأ وسطر الأول سطر الأول لازم ديما رحوا البنك واحد حيث يوجد تس أو تس بي إذ إذا كنت مسؤولي يعطي من بنك واحد و بنك الصفر! يوجد بي أن النبي الخامس يج нуست tuber亲 real status وهو الحلقي with status? أبداً عندنضعم بهетров الحلقي مع للج Lion Trueping مضي ن إذن كان تعليم افضل بواحد وهو الشحن فيه واحد و والله تس بي و الله يقصد على أين الله сторب مضي مع للجه dever yIAN BELLSB ولام رحسل جمعا إجماعة باتسهلكم وين تلقى بي اس اف اعتبر هي الست صحيح هي التشغيل وين تلقى بي اس اف هي وضع في الصفر هي الايقاف إذن وش معنى بي اس اف وضع الواحد بعد وش تلقوا هنا يا جماعة تلقوا المتعامل ستيتيوس وأي متعامل عنده رقم البيت إذن وش معناتها هذا البيت الخامس من الملف ستيتيوس يعني ما لانى ما نجده بها بقي اف معناتها متعد لواحد هذا البيت الخامس كيت متعد له واحد وش يصر الراقו بتخري بالبي Cypress اوف تلقوا على عرام متراجة إلى النابوالبوالبواالبوا وبلا فلسف احنا وش نكتبها و مين قالوا base status فاصل النابوالبواالبوا الفائد ، ايضاть ايه تواصف القيمةoweror هذه القيمة بهاンド الاصفار! . انا ات nósmedikME على ايضا بالنظام ايضا ايضا! واحد ايضا 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 بادارdo R , ايضا . ايضا ما علينا من الاشديد؟ لا علينا MILLIVE الشخص힌ة ايضا ناجه ايضا ! لازم لي واسط اللي هو Work اللي هو يعتبر السجل حافلة إذن وش لازمني هذو الوحدات منطقية نشحنه بسجل Work كنكملوا سجل Work لما ننقل لهم ننقل لهم 10A إذن وش هي التعليمة هي Move Little to Work القيمة المباشرة نكتبها إذا كتبتها بنظام ثنائي تكتب بي وتكتب خمس وحدات إذا كتبتها بنظام 610 وش تكتب 0x1f إذن وش راح نديره أول حاجة قبل ما نشحنه 10A لازمنا واسط لازمنا نشحنه سجل Work هو الأولى إذن وش هو التعقيم نكتبه هنا إيش حن قيمة 1F بنظام 610 في سجل Work إذن تعليمه وش هي Move Little to Work والقيمة نكتبه 0x1f لو كانت تكتبها بنظام ثنائي اكتب بي واكتب هذو الأرقام هنا من بعد أجمعه من بعد أجمعه بعد ما شحننا سجل Work هذا المحتوى سجل Work لما ننقله ننقله 3A لماذا؟ لأنه 3A في الحالة اللي يبتدأ جمع الكاميرا هنكونه أصفر إذن أول حاجة شحننا سجل Work شحنناها بخمس وحدات ومن بعد هذه الخمس وحدات لما ننقلههم 3A إذن وش هي التعليمة؟ هي Move أنقل وش كان في Work Work to File Move أنقل وش كان في Work إلى File وش هو الفايل المتعامل اللي هو 3A إذن وش هو هذا التعقيب؟ هذا وش هو التعقيب؟ أنقل محتوى Work اللي هو 1F والله بنظام ثنائي 1-1-1 إلى سجل 3A لماذا؟ لجعل RA0 وRA1 وRA2 وRA3 وRA4 كما داخل بس تكون شحننا بالوحدات المنطقية نكتب هنا برمجة مرفع كما داخل ولا تكتبوا أنقل محتوى سجل Work إلى 3A لجعل RA0 وRA4 مداخل ولا أجاب أدقوشي يا جماعة شوف الأجل المستعملة أنا مهمني شيء غير مستعمل ولا تكتبوا برمجة RA2 وRA4 كمداخل إذن هذا سطر الرابع قلبنا واش قلبنا RA2 وRA4 مداخل رحوا بنفس الطريقة جماعة هنا كمنانا 3A لم تكمنها كمنانا نزيد ونعودوا نشحنوا ترسبي كي يجبوا نشحنوا ترسبي نقام ثم أبيات ما عنديش تعليمة لتشحنوا دفعة واحدة إذن في هذه الحالة واش نستخدموا نستخدموا الواسطة سجل Work الحافلة معناتها نشحنوا سجل Work دفعة واحدة والمحتوى ترسبي نقلوا ترسبي إذن واش هي التعليم اللي نشحن بها سجل Work إذا واش نقولوا اشحن سجل Work بالقيمة المباشرة 9F إذن تعقب هنا واش نكتبوا اشحن قيمة 9F سجل Work والسطر واش يكون موف لترسبي ونكتبوها بنظام سوداسي عشر واش نكتبوا 0x9F هن واش نصر اجمع كتبق هذا سجل Work ما بعدها واش نجمع كتبوها لترسبي لازم محتوى ترسبي ونقلوا ترسبي إذن واش هي التعليمة موف وورك توفايل معنى موف ونقل بدنا بالدابليو ماشي كان في دابليو إلى واش إلى فايل ماشي هو الفايل هذا اللي ستنقلوا هذه المعلمة هو ترسبي إذن ترسبي وترس هذي جمعات سمهم فايلات فايل سجل ستايتس وكل سمهم فايلات إذن واش معناتها هذه ونقل واش كان في الوورك إلى فايل إلى ترسبي كنا نقلوا هذا واش هن نديرو هن نجعل AirB5 و AirB6 واش هي هم ماجمعة هن نجعلهم مخارج وهذا من AirB0 حتى AirB4 و AirB7 نقلبوهم مداخل بما أنه هذي اللي دارهم من الكمبلو الأصفر منستعملهم واش معناته هن نركز على AirB5 و AirB6 إذن واش هو الهدف من هذه التعليمة الهدف من هذه التعليمة اللي يجعل AirB5 و AirB6 مخارج واش نكتبوا برمجة AirB6 و AirB5 كمخارج ونباقية ما تهمني وآخر أجمع بعدما كملت الشحن تس بي لارا منقل لماذا نشطه في بنك واحد أجمع ونجعلها تمشي في البنك واحد البرنامج جرائيسي لماذا؟ لأنه برنامج جرائيسي سيكون علاقة مع بورت أو بورت بي و بورت أو بورت بي يجمع موجودين في هواش في بنك زيرو إذن واش لازمني نرجع إلى بنك زيرو هذا البيت الخامس من سجل ستيتيتيس لكي نشحنه بالصفر إذن تعليمها PCF Status 0.5 إذن واش هو اشحن بيت الخامس من سجل ستيتيتيس بقيمة الصفر وذلك لرجع إلى بنك صفر حيث يوجد بورت أو بورت بي وكما نكتب فلسف العودة إلى بنك صفر نكتبه هنا رجع إلى بنك صفر وإن تلقى PCF Status 0.5 رجع إلى بنك صفر وإن تلقى BSF Status 0.5 ذهب إلى بنك واحد هذا نسبة للبرنامج التهيئة تلميذي الأعزاء بعد أن عرفنا برنامج التهيئة وعرفنا ووظيفة وعرفنا برنامج التهيئة يهيئ الأرجل رجل اللي يبرمج كمخرج ولي خرج التي pierce أما رجل اللي يبرمج كما دخل ولي دخل توسط الطيار وإن تلقى أن يقوم بهذه الأمور اللي هو برنامج التهيئة وعرفنا بخصفر وعرفنا بخصفر الذهب إلى بنك صفر وعندما يقوم بخصصه الثالثة واللي هي الاهم واللي هي برنامج رئيسي وش معنا برنامج رئيسي رح تدير واحد العلاقة جديدة بين المداخل والمخارج مثلا كون عندك قاطعة ومصباح القاطعة هي المدخل ومصباح هو المخارج تدير علاقة ما بينتهم. اذا كانت قاطعة مفتوحة لازم يصبحت تقطع لي الطاقة الكهرباء يصبح منطفئ. اذا كانت قاطعة مغلقة فالمصباح متوجد لازم تبدله تغذية. اذا هذي هذة رح نحضرها اذا كان يجلسدها برنامج رئيسي. اذا برنامج رئيسي وش هيدين? رح يدير علاقة ما بين ارجل مستخدمة كمداخل والارجل المستخدمة كالمخارج. الارجل المستخدمة كمداخل والش وظيفتهم ادخال معلومات والارجل المستخدمة كمخارج اخراج المعلومات للمنفيذات المتصدر. هاي التلميذي نبدأ وذا هي تعليمها بي سي اف ولا بي اس اف. بي سي اف اعتبرها هي بي سي اف وضع في الصفر و بي اس اف وضع في الواحدة. هذي بي اس اف و بي اس اف خاصة بالمخارج. معانتها لو كان يعود عندك مصبع وتكتب له بي سي اف معانتها هي ينطافة. لو كانت حب تشعر المصبع تكتب له بي اس اف رح يتوهج. هيا جماعا نبدأ ونشرح هذا التركيبة انطلاقة من هذا التركيب. قد نشرحها لكم منها مي انا حاب نربطها لكم بالميكرو مراقبة تفهموا مليح 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 نبدأ باول تعليمة بي اس اف بورت بي فاصل خمسة. كما هو العام التركيبة؟ هذه هي الربي الصفر. اذا ما مد له ordinary criteria? ولا توجد لماتحل من ان يقطع التغذية على دي سي ناقص. ولا توجد الإمام بت лишь وتضع إذن موزع ثنائي الإستقرار الجزء الثاني دي سي ناقص تقطع عليه التغذية ولا ليحبي يشرحه بالتفصيل وش معلتها بي سي بورت بي فاصل خمسة إذن إشحن البيت الخامس بقيمة الصفة من بورت بي لقطع التغذية على دي سي ناقص هذا بنسبة المخرج الأول رحوا لي بعدها أعطى لي علامة سيل بي هنديروا بها ربط في علامة هذه السيل وش مكتوب فيها مكتوب فيها التعليمات وش هي بيتست فايس كيب إف ست بورت آ فاصل ربعة إذن وانتلقوا لجمعها بيتست فاي بيتست فايس كيب إف ست هي إختبار هذه التعليمات إختباري من مدها أو مدها المداخل أي مدخل لازم دير مع متعليمات الإختبارية. تعليمات الإختبار كان من من الضجة عن أنواء كان بتست فايس كيب إف ست معنطية ممتعة اختبع المدخل وإذا وجدته واحد اقفز خط اقفز سطر إذا لم يتحقق شاط اذهب سطر المولي وإذا تحقق شاط اقفز عليه يعني تقولين يروح يروح ب بي اس اف بوت ستة هذا يسمى بيتست فايس كيب ايف ست كانت تعليمه أخرى تمشي بالعكس تاحه بيتست فايس كيب ايل كلير إذا لقيتها صيفة تحقق شاط اقفز تعليمه إذا لقيتها واحد ما تحقق شاط رح سطر المولي ما يهمنش في هذا وجماع ركزوني مليح إذا نبدأ في التعليمه إذا بيتست فايس كيب ايف ستت شكونا نحن نتستها رح نتست البيت الرابع من بوت ا هاي نبحث عليه إذا رأى رابعة شكو يتحكم فيه الملتق إذا نشحن دي رح نتستين ملتقة سي واحد هل هو قاطعة مغلقة ولا قاطعة مفتوحة إذا كان قاطعة مفتوحة لم يتحقق شاط وميك المرقب يروح في سطر المولي إذا لقيت قاطعة مغلقة أو ملتقة مغلقة سيقفز التعليمه إذا ما نكتبه هنا نكتبه هنا بيتست فايس كيب ايف ست بورت ا فارسة ربعة نكتبه بطريقة بسيطة اختبر البيت الرابع من بورت ا والله وش نقوله اختبر هذا الرابع باش مربط بسي واحد معنة اختبر سي واحد وقفز التعليمه إذا كان يسوي واحد إذا كان ست هذا بنسبة سطر رقم ثلاثة سطر رقم ثلث هذا بنسبة سطر رقم ثني سطر ثلث سهل جوتو سيل معنة اذهب إلى عالم باسم سيل إذا نكتبه هنا يا اذهب إلى عالم باسم سيل معنة كي تحقق هذا السطر ويني رح عود يارجع لك تعليمه سيل ويطبق المحتوى انتاحا سطر رقم سطر للبعد بي اس اف بورت ا 0.6 حي soothing 0.6 في بيت الرابع م你看 التحديد الاخرى ليكوني نظر لحظير بيت�때� بي اس اف بورت بي هنا نجمعها صحة بورت بي لبيت السادس صحة اذا بي اس اف شمعتها ضع واحد في البيت السادس بورت بي هنحوص عليها اذا اير بي ستة باش مربوط بالداللينطون و داللينطون فيه يتحكم بدي سي زايد وهذه البي اس اف وضع لالواحد اذا كنت ار بي ستة واحد مقهر والي مشبه دي سي زايد ستغذيها وش حصة سقرة بها خروج ما نقوله هنا يقوم بزواغ اير بي ستة واحد بما انه اير بي ستة مربوط دي سي زايد مع ان تجعل دي سي زايد يسوي واحد نكتب مع بعض دي سي زايد يسوي واحد اذا هنو اشيار شمعته خروج سقرة رفعة وبما انه اغذي دي سيد زايد بالواحد يجب بنجد نقص نغذيه في الصفر و دي سي نقص ان تجمع مربوطة بالاير بي خامسة على هذه التعليم التيحث بعدها وشيها بي سيا تضع الصفر في البيت الخامس من بورت بي ومعنا نتابق دي سي ناقص مدلها الصفر منطقي إذا وش نكتب هنا جعل هاي ورا كما كتشوفوا اير بي خمسة حبيل مدلها الصفر إذا وشي التعليم بي سي اي بورت بي فاصل خمسة والله وش نكتبه جعل دي سي ناقص يسوي الصفر إذا هنا كيتحقق السطر هذا رابع وخامس تخر الساقة رافعة معنا تغذية دي سي زايد وقطع التغذية على دي سي ناقص من بعدها جماعة السطر السادس واشي هو راح نديروا التأجيل راح نديروا برنامج تأجيل راح نضيعوا وقت كما جمعك تعد فرج في رسوم التحركة في سبيستون من بعدها جي إشار وشي يقولك سنة عود عليه سنة عود راح يضيعوا الوقت راح يديروا إعلانات باي يضيعوا وقت من بعدها كي يكملوا الإعلانات يقولك عدنا عدنا وين عودوا يجعلوا برنامج رئيسي إذن رسوم التحركة هي برنامج رئيسي والإشهارة هذوك هي برنامج فرعي لتضييع الوقت إذن تعليمه كول طمبو وش معناتها نداء برنامج فرعي لتضييع الوقت ولا للتأجيل إذن نكتب كول طمبو وش معناتها استداء برنامج تأجيل باسم طمبو من بعد رحو سطر اللي بعده اللي هو مكتوب سيل بتستفايس كيب إفزت بورت آ فاصل ثنين هذه تعليمه اختباري وش هنختبره اختبر البيت الثاني من بورت آ بنفس الطريقة وحن نحوص عليه وش هنختبره إذن رآ ثنين باش مربوط مربوط بالملتقط سي سيفر معناتها وش هنختبره نختبر ملتقط سي سيفر هل هو مغلق ولا مفتوح إذا ما نكتبه هنا اختبر سي سيفر وقفز التعليمه إذا كان محقق وكتبت تعليمه إذا لديت هذا الملتقط يساوي واحد رحو السطر اللي بعده جوتو سيل اذهب إلى علامة سيل نكتبه مع بعض اذهب إلى علامة باسم سيل وسطر اللي بعده بوسيعوا مضاحśl بات Dominion وضع عن وضع إستدإن بورت Jane في الصفر ووضع البيت سيد اسم بورتacaktر نحل كان علي المحاوص علي إذن لا تقريب كان تقريب على الوضع جزر جزر لدي حان تقريب الموضوع��� culpict.abw**** إذن هذا بورت بيت الموضوع عhab kinda NPTB كيف نستطيعها بش هنختبر قليل شي مانتها ونخرج لدي stage Decقيم إذن ما عنها؟ جعل DC Z تسيوي الصفر إذا بـ으면 تكتب هنا جعل DC Z تسوي الصفر يجب أن نقلبها 1 بمعنةяли بها 2 ناف пожалуйста بمعنة رأي 되는데 ويجب أن ترجع ساقرة رفعة إذا ما هي التعليمة بأسف ضع 1 في البيت الخامس من بورت بي إذا ما نكتبه هنا؟ بما أن دي سي زيد يسوي 0 و دي سي ناقص يسوي 1 ما هي مغذية؟ مغذية دي سي ناقص و ما سيصبح هنا؟ ساقرة رفعة تدخل و هنا يجمع كما نرى هذا السطرين دي سي زيد يسوي 1 و دي سي ناقص يسوي 0 و ما سيصبح ساقرة رفعة؟ إذا هنا خرجت ساقرة رفعة و هنا رجعتها و الان هو يجمع نهاية برنامج رئيسي شكرك من فائل عن hatten اقصق و اخذ من برنامج التهياء وان بعد عن برنامج رئيسي و ثم اخذ من برنامج و إذا نجمع برنامج فراعي كما لت tournaments بذلك تنقذ تعليم برنامج رئيسي من فيروف و بعدما تعال رئيس نظيف الوقكان كانت تعليم الذي يسوي الريتان. الريتان ويتخليه تخلي عاود يرجع ويطبق سطغ لكين تحته. كما هنا كالطمبو هي فاصل. وبعدها يجي يضيع الوقت يضيع الوقت. وبعدها يتحقق تعليمة الريتان هي نواصل. نرجع البرنامج رئيسي ونكمل برنامج رئيسي انتعنا. هيا جمعنا نبدأ نشوف البرنامج الفرعي. اذا في البرنامج فرعي اول حاجة بنضيع الوقت لازمنا نخدمه مؤجلة. بنضيع بها وقت. ومؤجلة باش نخدمه نخدمها بالعداد. والعداد اجمع لازمنا نشح نحنه. اي عدد عنده ترديد. كما هنا ترديد العدد قده اف اف مع انت ميتين وخمسة وخمسين. عدد هذا ترديد اف اف نظام سوداس عشر. حاولوا لي اف اف الى نظام عشية تلقوا ترديد او خمسة وخمسين. اذا شو نقوله هذي. اه موف لتو تو وك زيرو اكس اف اف اف. حاب نخدم مؤجلة ترديد او خمسة وخمسين. بعد نشحن العدد اول حاجة نجب نشحنه سجيل وك. دي ما الواسيط. اذا نشدرت هنا يا شحن سجيل وك بت ترديد قدره متين وخمسة وخمسين. اذا بنظام سوداس عشر هو اف اف سجيل دابليو. بعدك شحننا سجيل ويرك. محتوى سجيل ويرك لما ننقله ننقله الكونتور اللي عدنا منقبل. لدينا له حجز. اذا تعليمه اللي بعدها وش هي. انقل محتوى دابليو. محتوى دابليو ش فيه? في عدد ترديد متين وخمسة وخمسين. وننقله انقل الى عدد ليسمه كونتور كونت. صحي. اذا هنا وش هو كأنا? وكأنا شحننا عدد خارجيا بميتين خمسة وخم انا اسب انقلي نظر حسنا ليلة. معدد واحد. بعد ما نحن لعدد اجماع لازمنا لتعليم النقص واحد. عدد تنازل ما هو ميتين خمسة وخمسين غير. بعد여 قادر لام PullTool Runner 1 ما هيالتعليمه اللي يكن مرة لنقص واحد من العداد في أشياء عدد تنازل. ونيemed ما يكون لازم عدد تنازل لتعليمه 4 أنقصص. ما هذا تعليمه حبل لإنقص صفر كمديرو ABLimanmane. To Pa successor. would be an Total? 뉴스. محمäll的話 جنة عدم الفكارق الجانس Deepe KCaviZ. تقفز. منا زم يتم إنتبه على الفرق الخاص بكثير من النتجة غير معدومة نتجة قسيمة y اقفز الرئيسي يرجع البرنامج رئيسي اذا نكتبه نقص واحد من محتوى لعداد كونتور كونتور مفلاشي ومشحون بـ 255 كنت نقص له واحد ولي بـ 254 وكنت نقص له واحد اقفز اقفز التعليمه إذا كانت نتيجة معدومه وكتهد نقفزه وكتهد رحوا الـ Return حتى نجد نتيجة تساوي الصفر رحوا التعليمه ما قبل أخير كونتور سلة اذهب إلى علامة سلة واخر حاجة جمعا الـ Return هذه الـ Return التي يديروها وهي عودة إلى برنامج رئيسي كي يخلص البرنامج الفرعي لازم نعود نعود لبرنامج رئيسي هذا بالنسبة لبرنامج الفرعي سؤال 104 باستعانة ببرنامج الموضح في الـ 23 صفحة 9 ويطلب منكم احسب زمن تأجيل تي 2 لهذا البرنامج اذا اطلب مننا حساب الزمن برنامج الفرعي اجمع نحسب زمن تأجيل طريقة بسيطة جداً. اول حاجة لنجيبه الوثائق الصانع. اذا كان تعليمات اجمعها بها طبقة لازم لها دورة واحدة. وكين تعليمات بها طبقة لازم لها زوج دورات. وكل دورة عندها زمن تأجيل انتحرك زمعي مليح. في الوثائق الصانع. اي تعليمة تقفز ولا تبحث. اذا هذه التعليمة وش تحتاج تحتاج زوج دورات. مثلا تعليمة الاولى هي كون. وش تخليك هذه التعليمة? تخليك تقفز من برنامج الرئيسي الى برنامج هرعي. ا اذا تعليمات ت strong this is because this is where there is. تحتاج زوج دورات من الاولى. تعليمة الثاني move to work. تحتاج دورة första. تعليمة move work to file. تحتاج تعليمة واحدة. تعليمة decrement fine skip in f . ولكنها زوج احتمال لا تشمع. على هذا زوج احتمال Brandon. بس فيها إذا تحقق الشاط. وإذا لم يتحقق الشاط شاط. إذا لم يتحقق الشاط. تحتاج دورة واحدة. وإذا تحقق الشاط تحتاج زوج دورات ونيا تحمسZ Kafka. تعليمات صانع. وش ت결زى من الدورات مثلاً. هالثم تعليمات القوشy الى بatyقبات تكون ا Inte دورات من الآلة. وتعليم الريتاند كذلك تحتاج دورات من الآلة. اذا جمع بعد ما تشوف الوثائق الصانع ها رواح ونحسبوه زمن التأجيل. اذا زمن التأجيل من يبدأ يبدأ من تعليمة كونطنبو. اذا هيا جمع اكزم عيني. تعليمة كونطنبو كده نزم 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 دورات. هاني كتبتها باللول الازرق. اذا تعليمة كونطنبو نزم 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 دورات. دقونا فهمو جمع وتخافضو اشه. رأي سهل اخرى. اذا تعليمة الاولى هي كونطنبو. بعد كونطنبو نقفز. برنامج فرعي. اذا برنامج فرعي اول سطوشي هو موف لتو ور. اذا موف ال دابليو جدا تحتاج دورة. اتسم عينيه. تحتاج دورة واحدة. اذا هنا كده نكتبو نكتبو تحتاج دورة واحدة بتطبق هذه التعليمة. روحوا لي بعد تعليمة الثافوشية. موف ووركتو فايل. جدا تحتاج دورة. تحتاج دورة واحدة. نكتبوها بلون الاصفر. على هجمعة كتبتكم بالألوان بتعرف المجموعة التعليم إذاً تعليم موف وورك تو فايل تحتاج دورة واحدة روحوا لي بعدها تعليم دكريمت فايل سكيب ايف زيرا وفيها زوج احتمالات قد هجمعة إذا تحقق الشرط تحتاج زوج دورات إذا لم يتحقق الشرط تحتاج دورة واحدة إذاً هاي جمعة ركزم عملية إذاً هذه دكريمت تجمعة قد هتتعاود A ناقص واحد مرة لماذا؟ لأنه عدد تضيد FF 256 إذاً هذه التعليمات كيف نكتبها؟ شو كيف نكتبها؟ تساوي A ناقص واحد دورة لماذا؟ لأنه لم يتحقق الشرط وعلى هجمت A ناقص واحد بسكو عدد تضيد FF 255 هذي مش لاحظنا؟ هتتعاود FF 254 مرة إذاً هذه التعليمات ديما اكتبها إذا اكتب لك عدد تضيد FF 20 اكتب A ناقص واحد وش معانتها A ناقص واحد؟ معانتها FF 20 ناقص واحد في دورة صحيح هذا إذا لم يتحقق الشرط وكي يتحقق الشرط الشرط يتحقق مرة واحدة إذا كان النتجة معدومة إذاً زايد زايد 2 دورة في واحد يقوم يتحقق مرة واحدة السفاع يستmış وك有沒有 sacف مرة واحدة وهذا هو الم vurخ ويجب ان تحقق الشرط ثم تحقق ضج دورة إذا وضعك تعليم ف提ه فكيف م 출신 يجب ان تقول أ عدد N ناقص واحد في دورة واحدة زيد 2 دورة في واحد هذه الثابة لا تقلقوش. رحوا سلة. هذو سلة كذلك توعد آ ناقص واحد. بس كو لا. آآ منتين ربعة و خمسين سلة تعود طرجة. منتين تذر خمسين سلة. وتبقى دور دور دور. تعود آ ناقص واحد. إذا هنا وش نكتبو. رحوا نشوفوا كيف تحتاج. تحتاج دورات. وهذه تعاد آ ناقص واحد مرة. حتى نتحقق شربة تعليمة إريتار. إذا هنا وش نكتبو. آ ناقص واحد في اثنين دورات. جمع هذا الثابتين ما تقلقوش. هذو الثابتين دي ما الثابتين ما يتبادلوش. وبعد آخذ تعليم رحوا نشوف كده نزمنها الدورة. لازمها زوج دورات. إذا هنا كده عندي زوج دورات كتبتها لكم بلون أسود. الثابتين نشوف كده جمع هذا الجمع. تجربة هذه هي لدورة وستعمل تأجيل وستعمل 371 دورة ثم تسألوني سؤال أستاذ زمن تأجيل يساوي بالثاني من هنا يجينا الوحدة الدولية أو الدورة لا تقلقوش إذن كيف نحسب الدورة هذه؟ نشوفوا كيف زمن تأجيل الدورة زمن الدور ماذا يساوي؟ يساوي 4 على تواتر خارجي لكوارتز شوفوا الكوارتز كما احنا الكوارتز اللي اعطينا 4 ميجاهاتس لكن تشوفوا تلقى XT مدى المنتوسط 4 ميجاهاتس إذن 4 على 4 ميجاهاتس 4 على 4 تولي 1 1 ميجاهاتس 10 قوى 6 10 قوى 6 طلعها الفوق تولي 10 قوى نقص 6 إذن ماذا يساوي الزمن؟ يساوي 1 في 10 قوى نقص 6 و 1 عشر قوى نقص 6 ما هي ميكرو سيجون ماذا يساوي 771 في 1 ميكرو سيجون إذن زمن التأجيل يساوي 771 ميكرو سيجون هذه هي الطريقة تحساب زمن التأجيل سؤال 105 أكمل على وثيقة الإجابة صفحة 27 دارة تحكم دارة الإستطاعة لرفع سين موضح على شكل 22 صفحة 9 مع شرح التعيينات الخاصة بالموزع دي سي هل موزع دي سي أحد استقرار أم ثنائي استقرار علل إجابتك إذا نجمع أول حاجة واش تطلب مننا نكمل دارة تحكم دارة الإستطاعة إذا وانت لقوي موزع هو دارة التحكم وانت لقوي رافعة ثنائية المفعول هي دارة الإستطاعة أستاذ كيف نربط الأنابيب هل نرطهم بالغرفة الأولى ولا غرفة الثانية الإجابة بسيطة جدا ابحث عن فتحة التغذية تلميذي الأعزاء واللي حبي يفهم رافع طريقة بسيطة جدا يضغط على أيقونة رقم 2 يصار شاشة في تطلق جيه 20-20 وبالإذن الله كل شي سهل هيا جمعنا ناجع الخدمة تعنا أستاذ كيف نربط دارة الإستطاعة دارة تحكم هذا هو زوج أنبيب نرطهم بالغرفة الأولى ولا غرفة الثانية الإجابة بسيطة ابحث عن فتحة التغذية بنوماتيك وراء فتحة التغذية بنوماتيك هي عيبة عن دائرة النقطة إذن هذه وراء وإن تجد هذه الدائرة مع أنت هذه الأنابيب بتاع الغرفة أربطهم بالرافعة بدون تقاطع إذن وش ندير هذه الغرفة الأمامية نرطها بسهم دخول الهواء وهذه الغرفة الخلفية باش نرطها بسهم خروج الهواء إذن كيف أربط هذا الزوج إنت لقا من بنوماتيك لو كنت أعطى لي بنوماتيك موجودة في الغرفة الثانية نرطهم في هذه الغرفة هذه بنسبة الضربة ثاني حاجة وش قلتكم وش معنات المربع اللي وغرفة وش معنات هذه وش معنات هذه وش معنات هذه هاي نجاوبوا هذا المربع وش هو هو وضعية الغرفة هذي كم هذا المربع غرفة راحة وهذا غرفة العمل رحوا لدائرة ونقطة وش هي منفذ تغذية الهوائي والله فتحة تغذية بالهواء رحوا لي بعدها هذي حرف T اللي يسدد تسد الهواء إذا مش نكتبه منفذ مسدود معناتها الهواء ما يفوتش وهذا السهم هو اتجاه الهواء والله ما مرر الهواء سؤال لي بعده هل موزع DC أحادي استقرار أم ثنائي الاستقرار إجابة بشطة جدا نرح شوف جمعون تلقى DCZ DC ناقص معناتها ثنائي الاستقرار لو كان تلقى DC وهنا تلقى نعبضة يرجع نسمى أحادي الاستقرار إذا ما هو نوع الموزع بما أنه عندي تغذية من جهة اليسار ومن جهة اليمين DC ناقص وDZ نسميه موزع ثنائي الاستقرار وبما أنه كان مثلث معناتها تحكم هوائي وبما أنه كان رمز الوشعة كهربائي مثلث زيد وشعة هو سنسميه تحكم كهروهوائي إذا ما شو نسميه هذا الموزع موزع ثنائي الاستقرار نوع التحكم كهروهوائي وآخر حاجة يا جماعة هذا الموزع هو ثنين سلاش خمسة كيف عرفته ثنين سلاش خمسة ثنين معناتها يحتوي على غرفتين غرفة العمل وغرفة راحة سلاش خمسة خمسة وش معناتها خير غرفة وبدأ حسب شوف هنا سدد واحد هذا مدخل ثنين هذا ثلاثة وهذا ربعة وهذا خمسة إذا هذا الموزع نسميه ثنين سلاش خمسة ثنائي الاستقرار نوع التحكم كهروهوائي تلميذي الأعزاء رحوا دار تحكم في إشغال الدفع العلب باستعمال آلي مبارمج الصناعي لابي شكل 18 صفحة 8 أرقز مع عمل تلميذي الأعزاء لعدم مشكلة في المبارمج الآلي صناعي وش يديرو يضغطوا لها رقم ثلاثة يسار الشاشة في تطبيق G20 ومشي شرط لازم تضغطوا لها تفرجوا الفيديو إذا فهمتوا مشي شرط لحتى تضغطوا لها ممكن تفهموا كل شي بلا مطرحوا تشوفوا الفيديوهات الخاصة بمبارمج الآلي لابي هيا جمعنا بدأوا بسؤال رقم 106 وش قالكم أكمل على وثيق الإجابة صفحة 28 جدوة توجيه المداخل والمخارج وفق توجيه المحروض كما كنت لاحظوا هنا أعطاكم مبارمج الآلي لابي ملينيوم طروة أعطاكم كل شي مربوط وش طلب منكم هيا نبدأ إذن أول عندي X1 نداء من الأشغال باش مربوطة مربوطة بالإيمبوت 1 إذن وش نكتبو هنا التعيين هو X1 الاستقبالية والترميز وش معنا باش نربطوها ربطناها بإيمبوت 1 E1 بنفس الطريقة X105 أو X104 باش مربوطن بالإيمبوت 2 إذن وش نكتبو E104 زيد E105 باش نربطهم بالمدخل E2 إيمبوت 2 رحو ثلاثة الاستقبالية اللي هو ملتقط A باش مربوط هنا في التجسيد مربوط بالإيمبوت 3 نكتبو A مربوط بإيمبوت 3 وآخر حاجة اللي هي X1 باش مربوط بالإيمبوت إذا نكتبو E4 هذا بنسبة الواش هذا بنسبة المداخل وآخر حاجة جمع عندي أوتبوت 1 مخرج أو 2 هذا أو 2 فاش يتحكمني يتحكمني في DV إذا نكتبو الأفعال هي DV فاش تتحكم فيها يتحكم فيها أو 2 إذا هذا جدول تعيين والترميز تعيين وشمع عن تعيين الاستقباليات والترميز باش نربطوهم بالمداخل والمخاش سؤالي بعده 107 أرسمت من هذه الأشغلة من وجهة نظر المبرمج الآلي صناعي وفق توجيه المفروض وهذه من أسئلة في مبرمج الآلي لقي إذن وش طالك عطالك هذا المتمن قال لك أعطيه لي من وجهة نظر جزء المبرمج طريقة بسيطة جدا وانتلقى استقبالي X1 عوضها بE1 وانتلقى استقبالي X14 X105 عوضها بE2 وانتلقى DA عوضها بE2 وانتلقى منتقط A عوضها بE3 وانتلقى X1 عوضها بE4 هيا وش نفعله نعود ونرسمو هذا المتمن مثل ثمارحل نرطو بهذا الشكل بهذا الشكل صحيتو جماعة سمحولي هنا مربع مزدوج في 10 من بعدها نبدأ إذن X1 بشر رمزنا لها رمزنا لها E1 إذن هنا نكتب E1 في ماذا X104 Z105 X105 أعطينا لهم ودخل 1 مشترك L و E2 معانتها في E2 وانتلقى استقبالية لتحت X11 وش هنا مكتوبة A ورمزنا لها E3 هنا نكتب E3 واخر استقبالية X1 بار ورمزنا لها A4 ورمزنا لها E4 هذا بالنسبة الاستقباليات بقاننا المخارج المخارج عندي A Z فقط إذن بشر رمزنا لها O2 هنا نكتب O2 هذا هو المتمن من وجهة نضا جزء مبرمج الآلي وماذا معانتها حين مداخل بربط دارة المداخل والمخاج مع إكمال دارة التغذية على وثيقة الإجابة الإجابة صفحة 28 ركزوا مع الملح هذا مبرمج الآلي مليونيوم طروة وشو ريفرنس تقعه XD26S 24VDC إذن هذا المبرمج الآلي يمشي بـ 24V مستمر على هذا لازم نطابق التغذية كما المعاقب الكهربائي يمشي بـ 24V وشو لازم نطابق التغذية إذن أول نكمل المداخل الذي نحتاجهم إذن هذا A1 A2 A3 A4 A4 ومخارج O1 O2 نقوم بـ O2 بعد كملنا هذا نقوم بأول خطة لتغذية إذن ما نجلبه نجلبه الطابق التغذية الذي يوجد محول خافظ يخافظ التوتر وفيه جسر يجعل الإشارة في إتجاه 1 لماذا لازم نحتاج هذا الطابق لأنه في الخاصة يمشي 24VDC معنا 24 توطر مستمع من بعد نقوم بأول قطب الموجب نقوم بأول الموجب والقطب السالب هذا نقوم بأول الأحمر نقوم بأول قطب الموجب في PLEASE وهذا القطب الثاني هو السالب نقوم بأول القطب السالب هنا وقدرنا غذينا المبرمج الآلي بـ 24V مستمع من بعد نقوم بأول نربط المداخل والمخارج بالإستقباليات وبالأفعال إذن نجيبه نجيبه الجدول التعيين والترمين هاي نبدأ إذن A1 نربطه X1 إذن X1 هو ملمس مفتغ في حال الطرحة يعني نجيبه من قطب الموجب ونرسمه ملمس مفتغ في حال الطرحة ونكتبه X1 إذن X1 مربوط بالA1 رحولي بعدها X104 زياد X105 وش معنى ملمسين على التفرع نرسم ملمسين على التفرع ونسميه X104 وثاني X105 رحولي بعدها إذن ثلاثة باش نربطها بالملتقط A إذن نرسم ملمس مفتغ في حال الطرحة ونزيد للمو الثلاث هذا ونكتب A وآخر إذن حاجة وشي A4 نربطه بX1 معنى ملمس مغلق في حال الطرحة ونكتب X1 هذا بالنسبة المداخل أما بالنسبة المخراج عندي O2 باش مربط بالDV فقط إذن نجيب القطب الموجب هذا نرطه بالمدخل الملمس O2 والمخراج O2 نرطه بالوشعة والوشعة نغلق لها الدارة انتاحة إذن D-A شكرا يتحكم فيها O2 نجمع هنا البسيط جدا بسبوس تلميذ الأعزاء كانت طريقة ثانية وهي الأفضل نخدم نفس الخدمة عن طريقة الأستاذ هنا الأستاذ X1 خسار لها مدخل X104 خسار لها X105 خسار لها مدخل X1 خسار لها مدخل طريقة ثانية إذا تشغيل آلي وإذا إشارة نداء أو غياب نداء لإشارة مرمج داخل وإذا لا تعنون لا تخصص عليها المداخل وبنسبة الأفعال كذلك مثلا مؤجلات والعددات لا تخصص عليها المخارج إذا في هذه الحالة كيف نخدم جدول الترميز إذا نبدأ X1 وإذا نقول لا تعنون يعني نبرمجها في ذاكية طريقة X104 أو X105 كذلك لا تعنون ونخصص عليها المداخل ونبرمجها في ذاكية طريقة أما A يعنون إذا A نخصر عليها مدخل L و E 1 نرطب E 1 1 X1 من في أي حاجة من في كذلك لا تعنون إذا X1 باب ندير عليها سلاش إذا هذه الاستقبالية كامل وإن تجدوا إشارة نداء أو إشارة الغياب أو تجدوا إذا بتشغيل آلي هذه لا تعنون أما المخراج هنا لدي A لازم نخصر عليها المخراج المتمن كيف نرصم المتمن وإن نظر مبرمج الألي طريقة نفس الطريقة إذا نحن نحن هذا الجدول وإن هذا المتمن نرصم المتمن بثلاث مراحل ونبدأ نرصم الاستقبالية إذا ما نكتبه هنا ما نكتبه هنا التي لا تعنون اكتبها كما راهي إذا X1 X104 X105 التي تجدها سلاش كما راهي نرح بعدها الاستقبالية A تعنون بشربطناها A1 هنا ما نكتبه A1 بعدها X1 لا تعنون كما راهي X1 بار والأفعال ما عندي عندي A وإن DV نرح هنا وغالط الأستاذ DV نعنونها O2 نكتبه O2 إذا ما فرق من الأول والثاني إذا الاستقباليات التي تبرمج داخل ذاكري الطلابية إذا لا تعنونها لا تخصص عليها الآن فقط هذا بالنسبة الواش هذا بالنسبة متمن من وجهة نظر جزء المبرمج الآلي رحوا تركيب أجمع نزيل العاد ونجزد إذا نزيل بنفس الطريقة نجزد إذا نجزد الأبين أول حاجة خرج المخارج والمداخل ثاني حاجة نجيب الدعاء التغذية نرطوها بقطب الموجب في الزير والمخرج الثاني نرطوه بالقطب الناقص بعد ما نجيبه نجيبه الجدول وش نحتاجه هنا في هذه الحالة نحتاجه غير آج جمعة باش نرطوه بالإ واحد إذا نجيبه من قطب الموجب ونرطو إ واحد إذا آج كون إذا آف تحكم في إ واحد أما المخرج عندي مخرج واحد الذي يتحكم في إذا نجيبه من قطب الموجب نجيبه المنمس O2 ونجيبه ومخرج الواشعة نقلق به الضارة هذا متجسيد من P تقعد X1 X1 X104 غير معنون مع أنت مخصر تشعليها المدى وهذه أحسن طريقة لتجسيد مبرمج وهذه أحسن طريقة لتجسيد المتمن باستخدام مبرمج الآلي وهنا التلاميذي الأعزاء وصلنا نهاية الحصاب مبقى علي نقولكم غير سلام